هاي يومي برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا وده معادنا مع ركن المطبخ ومنورانا النهاردة شيف غادة فاروق شيف حلويات برحب بيك يا شيف غادة أهلا بيك مرحب بيك هنعمل إيه بقى النهاردة يعني إحنا منقول شيف حلويات يعني هنعمل أحلى حلويات حلويات طبعا إيه؟ صيامي صيامي آه إحنا عندنا النهاردة سنفين حاجة هنعملها صحية بعد شفية تمام وحاجة واكتصادية عايزين نعمل بسكوت اكتصادي عشان لو حد مش بيحب الشوفان هنعملوا بديق أبيض مفيش مشكلة بس هنضيف له بقى مكونات برضو صحية تعلّي القيمة الغذائية تمام هنبدأ بقى الأول هنبدأ ببسكوت الشوفان بسكوت الشوفان بسكوت بجوز الهند بسكوت سوري بدون شوفان صيامي بجوز الهند أو البرتقان آه هيبقى ما أديره أربع كوب دقيق أبيض كوب ونص كوب ونص سمنة نباتي ولو مش عايزين السمنة نباتي نستغنعنا ونستعمل الزيت عادي بس هتبقى كوبان لربع زيت هنستعمل كوباية سكر نص كوباية نيشة كوبايتين جوز هند أو كيس تنكي يعني لو مش عايزين نحط جوز هند نحط معلقة زغيرة بيكين بودر بس عشان ترفع معنا تبقى بسكوت تبقى شعجينة رشة ملح وفانيليا والمية بقى حسب نوع دي من نص كوباية لكوباية ودلوقتي احنا هنقسم العجينة لجوز مالح وجوز مسكر ده اللي هنعمل بيه الحاجة التانية بتاعتنا لا 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 الشوكولاتة دي بعدين تحاجة الواحدة طيب يلا نبدأ بقى على طول عشان وقتنا أول حاجة احنا عندنا بس هنعمل المملح الأول عندنا الزعفران بس كده ممكن نضيف زعفران كمان يدي وزعتر يدي ناكا حلوة للبسكوت المملح هنضيفه كده وهنحط عليه كمان على الدقيق على النشا وعليهم الزيت دلوقتي نعمل بس كوت سيومي بجوز الهند ولو مش عايزين جوز الهند ممكن نعمل با هنعمل المملح المملح الأول المملح دلوقتي دلوقتي ده المملح الأول اللي هو بزيت زتون لو احنا عايزين لو عايزينه لقى بزيت عادي ممكن نضيف له بقى الزعطر زي ما قولنا نضيف زعفران الزعفران بصي بيدي لون كمان حلو ازاي ونحط بقى شوية مية ده في خالص للعاجم حاجة بسيطة جدا تمامي يبقى احنا حطينا الدقيق والزيت الدقيق والزيت والزعفران الزعفران والزعتر والملح وحطين طبعا النشا بتاعنا مع الدقيق ونخلينه كذا مرة بس نعجنه بقى عجنة كده خفيفة خالص أي بسكوت ما ينفعش نعجنه أصلا كتير عشان ما يطلع لهش عرق مش عايزين يبقى فيه جلوتين احنا عاوزين بسكوتة هشة فقطر العجن طبعا يعمل عرق بقى كأننا بنعمل عيش احنا مجرد بس هلم المأدير وزي ما احنا بنحط كده نقطة مية في نقطة عشان برضو ايه العجينة بتاعتنا تبقى يعني ما نحتاج لاش دي بعد شوية اه تبقى متماسكة شوية احنا مجرد عايزين نلم كده المأدير بتاعتنا احنا مشغالين الفرن صح كده اه طبعا الفرن لازم يبقى سخن مسبق البسكوت عايزة اقول المملح لازم يكون على حرارة عالية شوية يعني مية وتسعين متين حسب فرننا المهم يكون عالية شوية ليه بقى لان احنا بنستعمل زيت اي حاجة فيها زيت لو خلينيها على درجة حرارة زغياء وسط او قليلة تنطر الزيت بتاعها فلازم تبقى الحرارة عالية شوية وندخلها بقى ونكون مخرمين كمان العجينة بعد شوية هنشوف العجينة تتخرم حبة عشان خاطر يطلع الهوى اللي فيها كمان فتبقى مقرمشة احنا نسم العجينة دي لاتنين لا لا هعمل العجينة المسكرة حالا اه يعني دي بسكوت سيومي بسكوت سيومي مملح عاملينه بالزعتر والزعفران لو مش عايزين نضيف بودرة الزعفران مفيش ممكن نستقنع عنها اه تمام اي مجرد بس بتدينا يعني لون حلو زي احنا شافين بس بون العجينة جميلة ازاي وكمان الزعتر ده هيدخل الفرن دلوقتي يطلع روايح الحلوة بتاعته اه هو الموافوض ان احنا بنسيبها ترتاح شوية بس عشان مفيش وقت الحقيقة فاحنا ممكن على طول نشتغل يعني عملنا العجينة كده بسهولة جدا اه هي المقادير اللي بتبقى سيومي بتبقى سهلة بتحط المقادير على بعضيها لكن لو انا عايزة استعمل سمن نباتي بدل الزيت بفضل بقى اني اضرب السمنة شوية مع المقادير بتاعتي وخصوصا لو سكر تدينا كريمة بقى حلوة كده لكن لو انا هستردم بس كده زيت ومية والكلام ده يبقى خلاص مش احتاج اصلا ضرب ولا عجين ولا ولا احتاج بقى يعني شغل فيها بس نرصصها بس عصنية انا بس نعمل كده كم واحدة ونبدأ في العجينة اللي هي الحلوة بتاعنا حاضر اوكي انت عايزة ندخل الفرن على طول ممكن نخليها ونحط مع بعض ولا ايه ماش ماش مفيش مشكلة ممكن نخلي دي وبعدين لو فيه وقت نكمل قصدك ولا ايه تمام انا نعمل واحدة تانية يعني تلاتة مثلا تلاتة اوكي لما فيها عجينة انا بس عشان الوقت بتاعنا فنقدر نشوف العجينة التانية بتتعمل ازاي يعني احنا دايما يشوف يعني دايما بنبقى في البيت اي حاجة بنفكر نعملها حلوة متطلعش مزبوطة مش عارفة ليه لا لا خالص احنا كمان ممكن ايه نساعد العجينة شكل بقى نخرمها بس كده بحاجة زي كده او بشوكة عشان نطلع اي هوا فيها وفي نفس ايه تبقى هشة يعني كلما تبقى خفيفة تبقى هشة اكتر طيب دي بالنسبة للعجينة او البسكوت المملح معين هنبدأ بقى في البسكوت اللي هو بجوز الهند اه صحي كده؟ اه احنا عندنا المقدير بتاعتنا نفس المقدير بس احنا هنضيفهم برضو على بعض عايز اقول بس ان احنا في المسكر ممكن ندوب الاول السكر في شوية مية سخنة علشان يبقى سهل معانا ان هو يدوب معانا يعني ونحط برضو التنك شوية كده فيه احنا مش هنعملها بجوز الهند احنا المراتي هنستخدم بقى ممكن جوز الهند نزوق بيها وممكن نستخدم في العجن بقى التنك يعني ينفعل اتنين؟ البرتقان ده اه 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 المكونان يعني احنا الاساسي بتاعنا الدقيق والسكر والمية وخلاص على كده انت بقى بديفة اللي انت عايزاها عشان يديك النكهة اللي انت حباها يعني وعايز اقول ان جوز الهند فوائده حلوة جدا فيه الياف عالية مشبعة وكمان بيديك يعني عرفة بيزبط سكر الدم بيحمي من الجلطات فاحنا عندنا يعني فوائد كبيرة جدا اه اه فوائده حلوة قوي جوز الهند لو استردنا طبعا هيفرق معانا يعني تم نقول حطينا ايه وايه وايه تاني عشان نظبط مقادير العجينة بتاعتنا حطينا دقيق النشا السكر القرفة الزعفران او مش عايزين زعفران قلنا ممكن نحط تانك اه بس نقلب برضو العجينة على بعضيها كده وخلاص لان احنا قلنا طالما عجينة فيها زيت مش بتتقلب كتير اه بالتقليبة واحدة كده بس نظبط بيها نلم بيها العجينة وخلاص بس كده باي كيه بادينا بقى نكمل نلم العجينة بادينا وخلاص مش زي المعجنات قلنا المعجنات بتبقى شوية عشان نطلع العرق اللي فيها وكده بنبقى اه لازم نعجن بادينا جيه لازم نعجن بقى عشر دقايق اربع ساعة اه لازم اولا يا جماعة مفيش اسهل منك سهلة جدا يعني عشان نعمل حاجة حلوة في البيت مش لازم نعجن ويعني نعيد كده ونزيد في الحاجة اجرب مقدير قليلة يعني انا حبيت اجرب شوية كده بتعمل بورتقان تمام اعمل كوباية تانية بتعمل القرفة بس ممكن احط هيل ممكن بقى اللي انا عايزاي يعني ممكن اعجنها بجوز الهند برضو زي ما قلنا ترفع الكيمة الغذائية بتاعتها وفي نفس الوقت هتا الولاد هيحبوها قوي يعني يعني بسوا هي حطت الدقيق ومحتاجتش تحط دقيق تانية لان احنا دايماً بنعمل فكرة انه حطينا دقيق لعينها لسنا ملزقة نحطي دقيق تانية نفضل نزود دقيق دقيق في الموضوع لا خلينا نحط قليل وبعد كده لو احتاجنا نزود وبرضو التشكيل بقى دي برحتنا اي قطاع عندنا هتساعدنا يعني مش هتفرق معنا ان هي مش لازم طبعا الشكل ده اي حاجة اي كوباية اي شكل اه ممكن بأي كوباية اي غطى ازازة كده كبير شوية نقدر نعمل بها اي شكل احنا عاوزين لا احنا بنحاول نتسرب بأي طريقة اه بوم نطلع بس الحاجة حلوة تمام والفرن شغال سخن معنا هندخلها على طول كده احنا محتاجين بس ايه كانت العجينة ايه كانت مفروض ترتاح شوية برضو ترتاح شوية عشان دي فيها سكر تماما احنا برضو عشان وقت الحلقة لكن هي بالعادة لازم تكون يعني بعد ما نعجل العجينة نسابها نسابها وقت قدقين لا وممكن هي ممكن حسب الشكل انت ممكن تجيب تساهلي على نفسك بحاجة طريقة حاجة ندورة كده على طول اهي اه بتدخل عشر دقائل بس عايز اقول اي عجينة فيها زيت ما بنطولش عليها في الفرن اه ولا نقطر فيها السويل دي دي حاجات مهمة قوي لازم نخلي بالنا منها تمام لو قطرنا السويل برضو الزيت بينطر منها ولو حطينا في فرن زي ما قولنا قليل وكمان وقت طويل تنشف منينا تحجر كده احنا عاوزين هتطلع كريزبي كده معنا يعني بتريح قد ايه بنسبها تريح قد ايه اه ربع ساعة لو العجينة اه لو العجينة كبيرة لو العجينة زي دي حبة قليلة كده خلاص ونتأكد بس ان هي متفرغة حلوة علشان خاطر اه ندخلها الفرن تماما ندخل بقى الفرن وبعد كده نبدأ في الحاجة التانية بتاعتنا اللي هي ايه سوكولاتة بالزبدة والشية صح او بزبدة الشية زبدة الشية وزبدة فول سوداني وبزور الشية تمام واحنا عملنا كده البسكوت بطريقتين عملناه مملح وعملناه يعني حلوة المملح حاطينا فيه زعتر صح كده وزعفران والديق بتاعنا والزيت بتاعنا الدنيا يعني سهلة ده وعجانا بسهولة جدا موضوع ما خدش وقت يعني ما قال من دقيقة وابتادينا نشكل بأي حاجة عندنا ده لبسكوت الحادق بتاعنا اه او المملح البسكوت الحلو بقى عمل ناس ده يشاف غادة عملنا ايه البسكوت الحلو احنا عبالت بس مالشوكولاتة تسيح معانا اه البسكوت الحلو بيبقى عبارة عن سكر نضيف عليه شوية مية الاول عشان يدوب بيكونوا مية سخنين علشان السكر يدوب فيه بعد كده بنحط بقى تانك لو عاوزين بنحط بقى الزيت ونحط الفانيليا رشة ملح ونكون مجاهزين بقى نخلين اللي دي كويس وحطله بقى النشا بتاعنا نشا بيدي هشاشة حلو قوي للبسكوت على فترة بس اللون فيه كده يدي بقى الدرجات دي عايزينه كده لبني عايزينه دهبي يعني نحن مدين في فورنه هتا قد دقائي اه عشر دقائي مسلا عشر دقائي مسلا نتلع بقى نسيبه شوية ابرد عشان ينشف اه لانه مش عايزين زي ما قلنا نطول ينشف جوه لأ هيحجر مننا تمام تمام طيب احنا دلوقتي هنبدأ في الشوكولاتة بتاعتنا اه الشوكولاتة الصحية بتاعتنا اه نعملها في البيت بسهولة هنجيب لها زيبدة فول سوداني ونضيف عليها الشيا تمام اجيب الشوكولاتة طيب خلينا نروح لفاصل قبل ما شوكولاتة كده تسيح ونبدأ في يعني النصانف التاني بتاعنا هنروح لفاصل مشاهدينا ونرجع نكمل مع حضراتكم فروكن المطبخ وشيف غادة فاروق النهاردة من ورانا خليكم معايا ونرجع نكمل حضراتكم مرة تانية بعد الفاصل ومنورانا النهاردة فروكن المطبخ الشيف غادة فاروق بنعمل النهاردة احلى حلويات يعني صحية واقتصادية كمان هنعمل بقى الصنف التاني بتاعنا النهاردة قولنا يا شيف غادة هنعمل ايه هنعمل مع بعض الشوكولاتة السيومي صحية بزبدة بقى بس مش الزبدة بقى بتاعتنا ولا المارجرين هنستعمل ولا الحاجات دي لانها السيومي هنستعمل زبدة فول سوداني تمام واحنا قلناها قبل كده في حلقة انها مجرد بنجيب السوداني ونتحانه جامد في البيت لما يبقى كريمة كده او نجيبها جاهزة بس يفضل نجيبها لو جاهزة هنجيبها بدون سكر ان انا عايزينها بقى حاجة صحية ولو هنستعمل الشوكولاتة نجيب الكاكاو اللي هو فوق 85% كلما نسبة الكاكاو تعلق كلما يكون معانا الشوكولاتة الصحية اكتر انها مهمة اوي عايزة اقول الشوكولاتة للقلب حلوة على فكرة بقى صحية بس اركز في حاجات تانية اقول الشوكولاتة وهنمسك في كلمة الشوكولاتة لا ايا شوكولاتة صحية كمان مارنيسيوم وكالسيوم العظم السيدات هيفرحوا قوي لما يعرفون في حاجة مهمة لها هنعمل بقى في البيت اه والشية عايزة اقول في السيام لو استردمت شوية شية كأني اكلت سمك تخيالي مادة الغزائية اللي فيها عالية ازاي اه ماديره بس احنا هنقول لو احنا عايزين بكمية قليلة مية خمس عشرين جرام يعني توم بس كيلو شوكولاتة تمام هنضيف له اربع معالق زبدة فول سوداني ونضيف له معلقتين كبار شية وممكن نرش ارفة وممكن نحط شوية زيت يعني دي بتاعتنا يعني حابة زيت كده بسيط بتلمحها معانا ولو في ارفة برضو الارفة حلوة قوي بتدي ناكا حلوة لو في هيل تمام نحط الشية بقى معاها طيب احنا كده الشوكولاتة سيحناها في المايكرويب عايزين يمشي معاك خطوة خطوة هنسيحها في المايكرويب وحطينا شوية زيت عليها نضيف شوية زيت قليلين ونضيف القرفة ونضيف هيل لو عاوزين نضيف بقى معاها زبدة الفول السوداني تمام ونضيف معاها الشية عايزة اقول ان الشية مش هتحس بتعمها قوي انت هتحس التاكلي كده حاجة بتقرقش بسيط جميلة يعني يعني ملهاش الطعم اللي ممكن تقلاقي منه الولاد ما يحبوش لأ خالص يعني وزبدة الفول السوداني بقى محدش ما بيحبهاش طبعا اه ولو احنا عايزين مش يعني عندنا زبدة بندق تمام نحط يعني ممكن نلاقي بدايل اه يعني مش لازم مش شرط لازم زبدة فول السوداني لأ لا مش شرط تمام نضيفها بقى نصبها بقى في اي حاجة عندنا يعني ممكن نجيب لو انا ما عنديش بقى الاوالب اجيب ورق كده زي ده ممكن نحطها في الحاجات اللي هي بتع ترقب كيك بس بقى كبيرة او شوكولتاية كبيرة اه ما هي بصي حسب انت عايزة تصبيها في حاجة زي كده تمام ممكن نجيب مولدنسك كده نصب فيه برضو يعني بصي تصبيها في اي حاجة ما فيش حاجة توقفنا يعني ده ما فيش حاجة توقفنا طبعا ده سيستم في البرنيمج ما فيش اي حاجة توقفنا عايزين نعمل الحاجة هنعملها هنجرب ونعمل بكميات قليلة كل حاجة نفسينا فيها ونضيف زي ما قلنا الحاجات اللي فيها قيمة غزائية عشان اولادنا يستفيدوا هي ما فيها السكر صح؟ لا المفوضة لا ما دارك فنسبة السكر فيها قليلة قوي يعني انا بستغنى بقى عن السكر العادي الابيض بالسكر اللي جاي في زبدة فول سوداني بالسكر اللي بيبقى في الشوكولاتة اصلا لان لو انا هستخدم 85 في المية شوكولاتة يعني عندي 15 في المية كده سكر بقى فكفية السكر اللي فيها قوي يعني يعني احنا مدور على حاجة صحية جدا جدا نعمل شوكولاتة في البيت بطريقة هلسي جدا وصحية يعني ناخد منها الفايدة كلها من غير بقى اي حاجات فيها فاتوا كده ودي خلاص jump veryok ان حنا مش ندخل فورنا اطف pozw ده بتدخل بس التلاجة تجمد بس معا Cloj就會 جزء جانب جدس اننا مجهزين طبعاً لأنه الموضوع ده ياخذ وقت في التلاجة اطفthe ماذي يوي خدق هذه التالجة فالحاجة تبقى برد بسرعة أو تتلج بسرعة على طول طيب هنعمل ايه تاني؟ بس احنا ممكن نقدم دلوقتي يلا بينا لو انتي حابتها لان احنا قدامنا ممكن نبص طبع الفرن احنا وصلنا لفين دي شوكلاتة ده هيبقى شكلها اه ده يعني حسب احنا قلنا التشكيلة تشكيل بقى طبعا اه التشكيلة دي بتاعتنا يعني انا لو عاوز اصبها في اشكال زي كده تمام اه ده نفس الورق اللي انتي حطاه فيه بس انتي اردي فتحتيه كده اه فتحها بس عشان طب اللون بس اللي علي ده يعني دي اللي انتي كنتين مسجيلة تبقى الدست ده ده دست بيبقى اه ده دست بيبقى لون كده بس يعني ده بيفضي اه وفرشة بس اول ما الشوكولاتة بتطلع فين زي انا عارفة بتدي شاكة ويمة للحاجة او ازاي ولو انا عاوز فيه كمان شيتات شوكولاتة بتتباع شيت كده بيبقى يتصب فيه الشوكولاتة يضلطلع فيه بقى يضلطلع فيه لإسم المطبوعة يضلطلع شوكولاتة كده مطبوعة حسب بقى المناسبة انا عايزة اهدي بقى حد في عيد الام في الفالنتين برضو معندناش ولا يهمنا خلص انا حطينا في التلاجة اهو حاجات حطيناه زي ما هي من غير اي اشكال والموضوع ان شاء الله هيطلع يعني مظبوط معانا اه احنا احنا طبعا مش هنلحق انشوف معانا الجاز بس انا شمل احنا بدأت تشمية تلاجت البسكوت بقى بتاعنا جاهز احنا مجاهزينه ده البسكوت بتاعنا واننا بقى ده البسكوت الحلو بتاعنا اه احنا عندنا قولنا لإما هنعمله ببرتقان اللي هو لما حطنا له التنك لإما هنعمله بوز الهند وده احنا بصي كأننا بس عملنا زي بتيفور سيوم اه انا لست اقول لك زي المتزوّق بتاعة العيد البتيفور كده ونلزق الاثنين على بقى احنا حطين لازلهم ما بينهم وما بين ايه؟ شوكولاتة بقى شوكولاتة بقى نحط شوكولاتة بينهم ونحط على الوش بقى نزوّق بقى بجوز الهند لقلنا عليه الملون بقى هلوة قوي كل لون بقى وخلي الولاد بقى تشتغل زي ما قول اه لازم اه لازم فرستهم والحطة دي بتاعتي قوي اي او فرستهم بقى لازم تشاركوا ولادكو يا جماعة لازم تشاركوا يعني يعني الولاد هتفرح قوي لا الولاد هتفرح قوي لما تحط ايديها في الحاجة هتكولها بسهولة يعني عارفة لما تشترك فيها وكمان نعرفهم امت القيمة الغذائية في اي حاجة بنكلها اه نعرفهم احنا بناكل ايه وليه ما حطنا السكر يا سألتك احنا ليه ما حطنا السكر فانسي قلتلي عشان احنا حطين يعني الشوكولاتة فيها سكر اه بالزبط وزي ما قلنا كمان عايزة اقولك جوز الهند ده فيه الياف حلوة عالية وبيحمي كمان على فكرة من الجلطات لان بيزبط دون السلسية في الدم يعني حلو اوي الاوعية الدموية فجوز الهند مغزي جدا احنا عايزة انا قرب بس الاتباق كده قدام شوية كده تمام اه لجوه كده شوية احنا نبص كده برضو على نبص على الفرن نبص على الفرن بتاعنا كده هيكون عمل ازاي انا حاسة ان الريحة بتاتل هانسي قلتلي عشر دقيق احنا تقريبا فاتع عشر دقيق لا لسه ممكن ممكن نرفعه فرن طلعيه فوق لسه يعني احنا على حسب بقى طبعا الوقت بتاعنا نلو عندين نلو عندين وقت ممكن نكمل باقيت العجين احنا عشان هنحطها فمش هتلحق تستم احنا يعني برضو نفكر الناس بقى عملنا ايه والمقادير ايه ويعني برضو عشان نبقى عارفين كده لعشان ما نتلغبطش ان الحاجات الحلوة كدير والمقادير بقى دايما الحلويات بيقولونا انه لازم تبقى بالجرام اه في الفطار اه مصبوط الحاجات اللي فيها زبدة دي بتبقى مصبوط او البسكوتات الاعياد عمتن والحلويات الفرنسية كل ده لكن الحلوياتنا السيامي اي ست بيت على فكرة بكوباية معي ري اي كوب مج في البيت تعرف تفضي وتعير بيه مكوناتها وتعرف تشتغالها عادي من غير ميزان اه فاحنا عندنا بسكوت سيامي ملح استخدمنا فيه اربع كوبايات دي ايه كوباية ونص سامنة نباتي او كوباية لربع زيت نص كوباية نيشا وقلنا نيشا مهمة اوي عشان يديها شاشة البسكوتة معلقة زغيرة بيكينبودر نص معلقة زغيرة ملح زعتر او كمون او بودرة زعفران نص كوباية مية الكوباية حسب العجينة هتحتاج ايه ده بالنسبة للمملح البسكوت بقى المسكر هوا هوا بس هنشيل بقى الملح ونحط بداله كوبايتين جوز هند او نحط كيس التانك او نعصر برطقان فرش برضو بدل ما نضيف مياه يبقى بالبرطقان الفرش هيرحى احنا عارفين الفيتامين سيلي في البرطقان والبرطقان موجودة عندنا دلوات يعني احنا في الموسم جتاحها فمش هتبقى عندنا مشكلة فيها بالنسبة بقى الشوكولاتة اللي هي الصحية كانت عبارة عن 125 جرام شوكولاتة دارك اربع معالق زبدة فول سوداني او زبدة لوز او زبدة بندق حسب المتوفر معلقتين كوبارشية رشة قرفة ونشكل بقى زي ما احنا عاوزين اه تشكيل بقى براحتنا احنا ممكن نصب في اي اوالب عندنا اي ورق اي حاجة اي حاجة متاحة في البيت نشتغل بيها منو عفشة عندها يعني وممكن بقى لو حابين كمان نخلي الولاد يلعبوا معنا شوية بقى بعجينة السكر ديت ونخليهم مثلا يشتغلوا بيها دي بقى ملاش دعب الصحية دي حاجة سكر يعني لا دين الولاد يعني يعملوها وياكلوها برضو اه يفرحوا زي السلصال كده ممكن نجبلهم قطع كده من عجينة السكر واي مولد عندنا زي ده بيطلع علينا الشكل دي الحاجات برضو اللي انت حطوها زي عجينة اه اه احنا مزينين برضو والشفايف دي بتطلع بس الاشكال كده اهي برضو الحاجات دي بتفرح الولاد يعني لما تديهم اي حاجة كده يشتغلوا بيها تفرحهم برضو ممكن نعمل حاجات دي في وقت الصيام لان احنا طول الصيام بنبقى فعلا عايزين ناكل حاجة حلوة ومش عايزين ندخن وخايفين من الحاجات اللي هي اللي بتدخن الشوكالتات الصيامي والحاجات دي فاحنا عاملنا صيامي بشكل صحي جدا واكتصادي يعني انا عايزة اقول النهاردة من المكونات بتاعيتنا اكتصادية جدا مش احنا النهاردة عملنا شكوات صحية لكن الباسكوت بتاعنا دي ابيض مصحي لكن لما هنعمله مرة في الصيام مش هتبقى مشكلة يعني ما قلنا حاجات صحية ننضيف جوز هند نضيف قرفة نضيف الحاجات بقى اللي هي هترفع نسبة الحرقة او وتفرح الولاد واتغذيه ومعرفة الحاجات دي تفرد عائلة انا بشكرك يا شيف غادا حقيقي نورتينه وانبساطنا جدا موجودك معنا والحاجات الحلوة اللي دايما بتقدميها بشكرك جدا شيف غادا فاروق شيف حلوياتنا وورتينه شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك مشاهدينا فاكرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت اشوفكم يوم الاثنين الجاي وهتكون معانا حلقة خاصة جدا للاحتفال بيوم المرأة العالمي خليكم معانا يوم الاثنين الجاي هتستمتعوا جدا الى النطاق اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة